أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوف نتحدث اليوم عن الكركم والأعراض الجانبية للكركم الكركم من نباتات المستخدمة كتوابل في المطبخ الشرقي بكثرة والكركم هو من التوابل الجميلة التي تعمل على مساعدة في كثير من الأعراض والأمراض لكن أيضا هناك جوانب سالبة للكركم يجب علينا أن نعرفها وليس الكركم فقط بس كل نبات نستخدمه لا بد أن نعرف من الأعراض الجانبية التي تتسبب من استخدام النبات ونعرف الجرعات الصحيحة ونستشير الطبيب المعالج لنا الكركم يؤدي إلى الإصابة بتلبك في المعدة والإصابة بالإسهال أو الإمساك وده مزعج جدا بالنسبة للإنسان أيضا الكركم يؤدي إلى الجفاف أو الديهادريشن يؤدي إلى الجفاف بشدة نتيجة الإصابة بالإسهال أيضا الكركم يجب على المرأة الحامل لا تتناول الكركم لا بد من استشارة الطبيب المعالج لها أو التي تقوم بزيارته ويؤكد لها أو يوجهها باستخدام الكركم والكميات المطلوبة لأن الكركم يؤدي إلى التأثير على تقلصات الرحم الكركم أيضا يؤثر على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد والأمراض الحويسرة الصفراوية التي تحتوي على الحصاوي أو ضيق القنوات الحويسرة الصفراوية التي تفرز العصار الصفراوية وبالتالي يجب أن نتأكد من الكمية التي نتناولها لأنه يؤثر عليها تأثير شديد أيضا الكركم يؤثر على العمليات الجراحية فعلى الشخص الذي ينوي قيام بعملية جراحية عليه أن يتوقف عن تناول الكركم لفترة تمتده إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وحتى يتناول الكركم أيضا الكركم يؤدي إلى تقليل امتصاص الحديث من الإمعاء وبالتالي يؤدي إلى قلة نسبة الحليل الحديث في الجسم وبالتالي يؤدي إلى الأنيميا أنيميا نقص الحديث وهي أنيميا صعبة من أنواع الأنيميا الصعبة والتي تدعي الإنسان أيضا الكركم يجب أن يأخذه الأشخاص الذين يتناولون أدوية المسيلة للدم